السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا بنا النهاردة بقى كده نعمل رزب الخضروات خطير يا جماعة سهل جدا وسريع ممكن نعمله في اي وقت في المصايف في البيت راجع من الشغل تعبئنا مش قادر تعملي اكله النهاردة هنعمل بس رزب الخضر ده ومعه اي حاجة تانية جنبه من الفريزر بقى اي حاجة تطلعيها سهل وسريع مش ياخد مننا اي وقت شوية الاول كده بصل بقى الطعاء صغير وشوية جزر وبسالة انا جبت الكيسة المجمد خدت حوالي ربعه نشوحهم بس مع بعض كده تشويحة بسيطة بعد كده هقوم ضيف عليهم الرز على طول بعد ما اما هضيف الرز هقوم قبت ان انا اقلبه كويس جدا وابدأ اجهز التوابل حطيت مكعب مرأ او كركم وكمون وبدرة طوب وبدرة بصل وقلبته كويس جدا لما تأكدت انه بقى كله كده لون واحد قمت جبت المياه بتاعتي وشربت الرز لحد كده ما فوق الرز بصنطي او شبره صبوع كده او حطة صبوع بعد كده قلبته كويس جدا لحد ما تأكدت انه بدأ يتشرب وطيت عليه وبس كده خد بالزبط معي خمس دقائية بصوا مفلفل وجميل ازاي تقدر يتغري فيه وتحطيه مع اي حاجة ويسندك في اي وقت وحتى ينفع في العظمات وكمان طعمه حلو جدا ممكن نديه للولاد اللي مش بيحبوا الخضار ان احنا برضو نديهم حاجات مفيدة ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب والفة هنا وشفة يا خرابي عالجمال والحلاة